يا صباح الراحة والامان من رب العباد. النهاردة يا حبابي هعمل جلاش بطريقة سهلة وجهة. الجلاش حلو طبعا. طريقة سهلة وكويسة جدا. بسيطة. اول حاجة خالص. احنا ده بجيب الحشو بتاعك عبارة عن سوداني جس الهندس بيب اه ارفة. طبعا الارفة دي مميزة في الجلاش الحلو. طعم ومزاك حلو اوي. حب السكر بودر وبعين لازم انت تجيبي سكر سيرب من اللي انت عاملها اللي هتسقي بالجلاش. تحطي مع علاقتان عليه. تمسك الخليط ده كله ببعضه. عشان ما يطلعش من قلب الجلاش انت بتشغلي بيه. بس بتجيب ورقة الجلاش بتاعتك. كل تلات ورقات بتشغلي بيهم. بتحطي زي ما انت شايفين كده. بتحطي الحشو. وتبرمي وتبرمي وتيجي عند اخر الطرف. خلاص دهني حابة السمنة بتاعك بس على الطرف. وهكزا الحاجة ما تخلصي الرول بتاعك كله وتخلصي. وبعد ما تخلصي خالص وبعد ما تقطعي. بتحطي كمية سمنة كبيرة جدا. ليه? عشان تدي كل لون الدهب اللي انت عايزها في التحمير وكلام ده. المهم بقى التكايل اللي انت ما فوت تعملها دلوقتي انت وبتحطي الزبدة بتاعتك على الحب الزدورة طبعا عشان يدي التوفيه وكلام ده لازم تحطي معلها بيكين بودر. معلها بيكين بودر في السمنة وانت بتحطي الرئات او بتحطي الصوب بالسمنة على الجلاش بيدي عملية رفع. بيدي الحاجة تبقى مفواجة وخايفة بقاش مكتومة من جوة. هيطلع لك يعني يعني احسن من بتاع برا كمان وقطع. انت عمال ايديكي وانطف مفيش عمال ايديكي بيدي واحدة في بتها. زي ما انت شافين كده انا عملت الرول لكله ازاي بالحشو. اما حاجة تضغط الحشو بتاعتك. وتلف الرول بتاعك بسيط وتضغطي عليه وتيجي عند اخر الحرف تديني السمنة بتاعتك. وهكزا خلصتي خلاص. في السادة بقى اللي انا بعمله اللي عملته السنبوكسات ده. بتغطي الورق التلات طلبة ورقات دول بتفرديهم وتربعيهم وتعمليهم مستطيل. وتقطعي بقى المسلسات عكس عكاس. السليمية ده انا تشوفها برضو هعملها ازاي. الموضوع صهل جدا وما اخدش وقت منك وعمل كمية عفرة معاكي ووفير. بس طبعا ان انت ببتيجي تعمل في التفوجة بتاعتك برضو برضو بنفس الحوار برضو. بتيجي برضو بتعملي وبتحطي المربعات المسلسات اللي انت هتعمليها برضو بتحطي كمية السمنة كبيرة. ممكن ما تخلصي صفي سمنتك. زي ما انت يا حبة. يعني شايفين دوقتي انا عملته ازاي? بقطع بقى المسلس عكس عكاس زي ما انت شايفين كده. بتقطع المسلس معاك سهل جدا. ويطلع معاك التفوجة. وتيجي تسقي سامنة كتير جدا. عد ما تقدري. السامنة هتساعد على السواه وتنفخولك في السواه تخليه ما نفوه زي بتاع برا. وفي نفس الوقت بيتدي لون الدهبي اللي عالي اللي انت بيشوفيه زي المحلات ببره وكلام ده. وصفيها بعد كده. ممكن تصفيه وتشغل بها تاني في اي حاجة حلوة تاني مش هتقولك لأ. مش اي مشكلة. السيرب بتاعنا زي السيرب الكنافة التقيل. اللي هو اربع كبايات سكر. عليهم كباياتين ميا. عليهم عصرة لمون. عليهم كيز فانليليا. عليهم عسلمة بلدي. ويغلوا من حد ما يبقوا تقيل. الكنافة الجلاش سيرب تقيل. مش خفيف. سيرب تقيل. عشان تاخدي النتيجة كويسة منه. وطبعوا معايا الفيديو وشوفوه وكل صون طيبي. شكرا. 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 شكرا.